بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البن والبحر ومن يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قلنا تمرهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أنيان يبعثون بل إذارك علمهم في اللاقرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وأباؤنا أئنا لمخرجون لقد أعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم مخرجنا لهم دابتا من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم ينزعون حتى إذا جاءوا قالا كندبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم لما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في السور ففزع من في السماوات ومن في النرض إلا من شاء الله وكل نتهو داخلين وترى الجبال تعسبها جاملة ويتمر مر السحابة صنع الله الذي يتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله قير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسنيات فكمبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن نعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن نكون من المسلمين وأن نتنوى القرآن فمن انتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن يضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم ما ياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتنو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في النرض وجعل أهلها شيعين يستضعف طعيفة منهم يذبع أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوادثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى النوضعين فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزنين إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت مرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أيان فعناء من اتخدهم ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت ليأتي قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرادع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله هق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شنده واستواثيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضاه عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مدل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فغفرني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن نكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالنمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن راد أن يبطش بالذي هو عدوه لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من نقص المدينة يسعى قال يا موسى إن المنأ يأتمرون بك ليقتنوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منا قائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت انقوى مدينة قال عسى ربدي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودا قال ما خاطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر رعاه أبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الضل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحيا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصاص قال لا تخفن جود من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القويل الأمين قال إني أريد أن أمكحك إحدى بنتي هاتيني على أن تأجرني ثماني حجاجه فإن أتممت عصران فمن عندي وما أريد أن نسق عليه ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عذبان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله أثول إني أنست نارا لعني أتيكم منها بقبل لو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ واد الأيمن في المقعة المباركة من الشجرة إن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن القعصات فلما رأيها تهدز ذكا أنها جادن ولا مدبرن ولم يعقبه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوم واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئ إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتنك منهم نفسك فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفسح مني لسانا فارسله معي يريد أن يصدقني إني يخاف أن يكنذبون قال سنشفن عددك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فدعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره فأوقدني يا هامان على الطين فاجعلني صرعا لعني يطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في النرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخالناه وجنودهم فنبذناهم في اليم فاندر كيف كان عقبة ظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقروحين ولقد آتينا موسى الهتابة من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بصائر للناس وهده ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى المرع ما كنت من الشاهدين ولكن لا أنشأنا قزولا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تطنو عليهم ماياتنا ولكن لا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتوذرقوا مما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبتهم بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسمت إلينا رسوله فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفوا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما اتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون هواهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الوالمين ولا قد وصلنا لهم القول لعلهم تذكرون الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم ذه يؤمنون وإذا يتنا عليهم قالوا آمدنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا وادرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبعي الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم هرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رسقا من لدنا ولكن أكثركم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن منهم بعدهم من لا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتم عليهم ما ياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاء الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفنا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاغ الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يوم إذن فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويغتار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكين صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضيام أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم تعلموا أمن الحق لله وضل عنه ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتعه لتنوء بالعسبة إن أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تهس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ظنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحاجات الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنهم لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثوار الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقوها إلا الصابر فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فية ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصر وأصبح الذين تمنوا مكانه من لمس يقولون ويكأن الله يبسط النسق لمن يشاء من عباده ويقضي له لا أمن الله علينا لخسف منا ويكأن له لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاده قل رب أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا من الكافر ولا يصد أنك عنايات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعم الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمدنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السنيات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن ناجل الله لآه وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكفرن عنهم سيئاتهم ولا نجزي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالدين حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ندخل منهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا ودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إنا كمنا معكم وليس الله في أعلم فيما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد آرسلنا نوحا لقومه فلبث فيهم ألف سنة لله خمسين عاما فآقدهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتغلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوه عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكنذبوا فقد كندب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسين قل سيروا في النرض فاندروا كيف بدأانه خلق ثم الله يمشئ النشاة الآخرة إن الله على كل شيء قدين يعدب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولج ولا نصين والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوا أو حلقوا فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إساق وياقوب وجعلنا في ذريده النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ونوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم منها من أحد من العالمين أإنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أو قال ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب صني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم من البشرى قالوا إن مولئوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا نسي بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية لجزام من السماي بما كان يفسقون ولقد تركنا بنا آية بيينة لقوم يعقل وإلى مدينا خارهم شعيبا شعيبا فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكندبوه فاقدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مسترصر وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا نخلنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عن كبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت عن كبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إن العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين